وربنا قالوا وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يضعمون إن الله هو الرذاق ذو القوة المتين فربنا سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لعبادته وآشان كده نحن قلنا في هذا الزواج لابد من كلمة تنفع الناس في دنياهم وآخراهم إن شاء الله وأحسن كلمة نقدمه كلمة التوحيد أي هي عبادة الله سبحانه وتعالى فربنا قال وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يضعمون إن الله هو الرذاق ذو القوة المتين فربنا سبحانه وتعالى ما خلق السغلين الجن والإنس إلا لعبادته وحده لا شريك له ربنا قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وربنا قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فلابد أول حاجة لهيسان يوحد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والعبادة هي إنك توحد الله سبحانه وتعالى في العبادة في كل شيء في الدعاء في الزبح في النزر توحد الله سبحانه وتعالى في جميع العبادات و كثير من الناس بيفتكروا إنه العبادة إنك تقول الله في كثير من الناس بيقول العارف إنه الله موجود وإلا خالق ورازق دا كده عباد ربنا ودا كده موحيد لا لا دا ما التوحيد التوحيد دا دا بغر به أبا لهب وبا جهل مغرين بهداء الله قال عنهم ولئن سألتهم أي المشركين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله بل عارفين إنه الرازق دا الناس بلاب الكفار عارفين إنه الخالق والرازق الله براه ربنا قال قل من يرزقكم من السماوات والأرض عما يملك السماوات والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فهن عارفين الخالق والرازق الله وما دخلوا للإسلام ليه طيب ذو العارف الخالق الله والرازق الله ليه ما دخل الإسلام وما بيقى مسلم لأنه جعل بينه وبين ربنا وسطا ودي عغيدتنا سباله وبا جهل الدليل وين في الغرآن في سورة الزمن ربنا قال ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذولفا ألا لله الدين الخالص أي النغي الخالص من الشرك والذين اتخذوا من دونه أولياء أولياء ما نعبدهم قالوا ما بنعبد الأولياء ديل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ذولفا ربنا قال إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه اختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فقالوا ديل ما بنعبد إلا لأنهم بيقربونا لأله وبشفع علينا عند الله الله قالوا ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعون عند الله فدك الشركون جعلوا بينهم بين الله واصطة قالوا بنناديهم مع الله وبنندهم لأنه ديل بيوصلون لأله وديل واصطنا عند الله يدعوهم من دون الله سبحانه وتعالى يصرف لنا الدعاء وربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الله يقول لك إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يغفرون بشرككم ولا ينبعك مثل خبير فهن صرفوا الدعاء لأولياءهم من دون الله سبحانه وتعالى وكثير من الجهال اليوم جهلا منهم مساكين ما عارفين الحاصل يجي ينادي لي ميت يقول لك دا ديل أهل الله ديل بيوصلون لأ الله ولا يجي لكوا باب تعد ميت يطوف فيها ويطبح فيها وينادي الميت يخلي الله الخلق بسكين قال دا الدين ودا الإسلام ودا شرك المشركين ذات قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة والآية قالت أولياء والذين اتخذوا من دوني أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة فلو سألت زولة الليل وقل لك عارفين الله خالق يا مولانا لكن ديل بيقربونا لأ الله نفسي الكلام بتعباجه الإقبال قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة وإلا دي للحص ما في سبب خلانا نعبد إلا لأنهم بيقربونا لمنهم لربنا سبحانه وتعالى وما كان بيعبدوا حجار زي ما بيقول كثير من الناس يجيبوا شيخ إذا لو وقل لك عبد المشركين الأصنام الصنم دا جبراء وطائر كده حجر عبد الساكن ما في أي موضوع لا في موضوع عندك أكبر صنم في الجزيرة العربية اللات صنم اللات ربنا ذكر في أول الآية في سورة النجم قال فرأيتم والعزة اللات دا كان يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على غبر زي ما قال البخاري كان بلت العجين من اسم اللات كان يلت العجين عنده صخرة في مكة بلت فيه العجين بأكل الحجاج مجاني السويق دي أكله من العسل والسريد أكله سمحة جدا بأكله للحجاج ما قالوا اللات خلق وليس ألت من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر اللي يقولون الله ولا قالوا الرزق اللات قالوا بيقربنا لالله اللات دا زي ما قال البخاري عن ابن عباس ابن عباس دا ابن عم رسول الله والكلام دا العلم قالوا غيب يعني حكم الربع للنبي عليه الصلاة والسلام إنه اللات دا الرجل صالح بيعبدوا بيقولوا بقردنا لالله بيشفع علينا عند الله فلما صرفوا العبادة لله ودعوه مع الله على الأساس إنه بقربوا لالله دا كاشيركم وده اللي بنحذر منه المسلمين الليلة إنه ما يصرف عبادة ليولا صالح أو طالح كويس أو كعب النبي صلى الله عليه قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت وده أفضل الخلق يا ناس وافضل البشر ربنا ما خلق أفضل منه قالوا ما قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت ما قال أسألوني أنا ده أفضل سيد الخلق الليلة تلقى بكتوب في الحافلات مدد يا فلان مدد وخش الموالد بكتوب مدد يا شيخ فلان مدد والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما يطلب المدد إلا من الله خلقه فده دشيركم كان بيجعلوا بين ربنا وصايت يدعوه مع الله فالناس تواحد الله بالعبادة وتبعد من الشرك ودعى الموتى والمغبورين لأنه البيع مدد الله ما بيغفر ليه وربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشهز وصلى الله على نبي محمد وعلى الله وصحبه سلم إزاكم الله خير شكرا لك أنا سعيد جدا بهذا اليوم السعيد الذي جمعنا في ساعات غلائل وصلنا مدينة المدرمان وتم فيها زواج ابن العزيز يعني حسن جابر أنا راضي عنه جدا جدا حاجة أقوله قدام الناس هذا الابن أنا راضي منه منذ الصغر